جايبين انواع drive drive اهو دايما حتى لما تيجي تعمل search تعلم مني لما تيجي تعمل search وعايز تجيب حاجة عن السيارات الكهربية او مواتير السيارات الكهربية تكتب drive train يعني الحاجة اللي بتجر العربية الكهرباء او تكتب traction motor traction يعني جر traction motor مواتير الجر مش اي مواتير لان فيه مواتير مضخط وفيه مواتير مش عارض مواتير الجر اللي هي مواتير الخاصة بالسهارات الكهربية الأوتوباسات الكهربية اللي مش عارف الشاحنات الكهربائية فبيسموها Traction Motor Traction Motors طيب ده بقى Traction Motor Controller Traction Motor Controller ده بقى اللي احنا عايزين نبدأ نركز كده شوية فيه ده متحكم المتحكم ده أخوانا تمام ليه أشكال هيبقى فيه وصلات بيدخل منها مثلا مية عشان التبريد في وصلات بيدخل منها فيش او سكت بتاع الكهرباء هتتوصل مع الموتور وده اللي يهمني هو كاتب ايه بقى هنا في الايتمس يعني مثلا الشكل ده اللي احنا ايه مختارينه الاولاني اهو الموديل اسمه EV تمام 1B08V35 طيب الموديل ده دي زي ما قلنا شركة صينية تمام الموديل ده الاوتبوت باور بالكيلوات يطلع من 80 من 40 لحد 80 كيلو يعني ده ينفع تركب عليه ينفع تركب عليه مواتير لحد 80 كيلو لان الاوتبوت باور ده هو الباور بتاعت يعني انت بتركب الموتور على الاوت وبتركب على الان مين بتركب البطارية ارجع ارجع تاني اهول الشرح عشان الناس تبقى فاهمة احنا بنعمل ايه فين اللي كنا فيها من شوية دي اللي هي الموتور كونترولر في صفحة كده دي جرام اهو ده لازم البوكس ده اللي جواه باور الكترونيك سيركيت وموتور كونترولر لازم يبقى فيه ناحية بتوصف الدي سي سيكشن او الدي سي بارت الدخل اللي هيدخل من البطاريات على الكنترولر ولازم يبقى فيه ناحية بتوصف ناحية الموتور يعني انا عايز اعرف الاسبيكس او المواصفات الفنية بتاعت البطارية اللي ينفع الكنترولر ده تبقى ايمبوت ليه والاسبيكس بتاعت الموتور اللي تبقى دي اوتبوت فهو الراجل بيجيب لك اهو انا والله اخدت موتور اهو ده الموديل اللي انا هطلبه من الشركة وبعدين الاوتبوت باور يعني ده هيخرج في الاوتبوت هيطلع في الاوتبوت باور ينفع اركب عليه موتور من اربعين لتمانين طيب الريتت فولتج ده من ناحية الدي سي يعني من ناحية البطارية المفروض يدخل عليه جهد بطارية تلتمية وخمسين طيب في بعض بعض السيجنالز جوه لو انت دخلت عليها كونترولر با من جوه بياخد حاجتين ياخد جهد البطارية العالي حتى دي مهمة جدا وياخد جهد صغير عشان يشغل الدائرة الالكترونية اهو الابريشن فولتج ده اللي هو يا ام اربعة وعشرين او اثناشر فولت ده عشان يشغل البوردة الالكترونية وفي الاخر ايه الكنترولر ده هو عبارة عن دائرة الالكترونية فيها زي لو الناس فاكره بقى الركترونيات الركترونيات وكنترولر عشان يحول من دي سي الى اي سي وبعد كده ياخد ال اي سي ده يعمله استابيليتي استقرار عشان يخليه يدخل على الموتور فانت دايما بتاخد الاريتد فولتج ده كأنه الانبوت فولتج من ناحية البطارية الابريشن فولتج ده الجهد اللي بيشغل الدائرة الالكترونية بتاعك هتلاحظ ان الابريشن كله هتلاقي 12-24 تمام؟ معظم الكنترولرز في العالم بتشتغل على جهد الناشر اصلا تمام؟ ضيط الاؤتبوت كارنت ودي مهمة جدا اللي هي أمبير ايه يعني أمبير ار ام اس معناها روت مين سكوير روت مين سكوير يعني التيار المتوسط مش البيك او المينيمم لا ده المتوسط الروت مين سكوير زي مثلا احنا اقول لك ايه الـ 220 في الكهرباء هي الروت مين سكوير الـ 380 في السري فيز هي الروت مين سكوير فالروت مين سكوير يعني القيمة المتوسطة للتيار يعني يعني ده من ناحية ايه واكاتب اوتبوت يبقى من ناحية مين دي يا شباب الموتور من ناحية المطور ممكن يطلع من 150 لحد 300 يعني لو ركب عليه مطور بيسحب 200 أمبير عادي لو ركب عليه مطور يسحب 250 عادي 180 عادي 300 لعشرة ولا لخمسة ماشي آخر 300 ماشي لو ركبت عليه بقى مطور ربع مية الكنترولر نفسه يحصل فيه مشاكل يتحرق أو فيه ناس بتعمل حماه مرضى شيئره يعني هو يقول لك أنا حاطط لميت والله لو ده خلي مكنة هتسحب 400 أمبير لا يا عم فبيحط فيه فيه ناس بتحط داير حماية عشان تحمل كنترولر لأن الحاجات دي غالية يعني الحاجات دي مش رخيصة المطور نفسه والكنترولر والكلام ده انت لو حرقته من ان انت اخترت التوافق غلط أو معرفتش تحمل التوافق اصلا هتبوز الدنيا فهو بيروح عامل في بعض الكنترولرات الغالية شوية يعمل عليها يعمل عليها بروتيكشن حماية يحط عليها دواير حماية ضد زيادة الجهد زيادة التيار وهكذا نوع التبريد قلنا 100 ألف مرة خلاص ووتر 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 أو فورسد أو هوا حسب ظروف البتاعدة الكنترولر البروتكشن ده مهم جدا كذا حد يسألني يقولي طب لو العربية بتاعتنا دي السيارة العربية في مطرة والمطرة ده كتير جدا رحت العربية تغطت الجزء اللي تحت كله بالمية هل المية هتدخل للبودجو؟ الجزء بتاع البطارية وقلتها قبل كده في البتا ريبات والجزء بتاع الكنترولر الدور بيبقوا متقفلين بدرية رهيبة يعني فيه ناس الـ IP بتاعها أعلى IP في العالم IP 68 67 ده عالي جدا يعني عامل زي الكشفات اللي احنا بنحطها تحت الزرع شفت انت الكشفات اللي بترش عليها مية دي بالليل أو تبقى مغمورة في مسبح أصلا والكشاف منور وجوه المية هو بقى مقفل الكشاف بدرجة عالية جدا ضد المية وضد الطراب فبيسموها IP Index Protection درجة الحماية أعلى درجة حماية هنا 67 ده عالي جدا فكده أي حد بيكتب لي بالميلي الطول طول الكنترولر والعرض والسيكنس بتاعه أو الارتفاع ومهم جدا يكتب لي الوزن بالذات في العربات الكهرباء لأن انت بتجر بعد كده بالموتور فمش معقول انا رو هعمل كنترولر ضن مثلا لا يا عم ده الكنترولر ده كله 10 كيلو مثلا 9 كيلو بص اعلى كنترولر هنا مثلا 28 كيلو اللي هو ده تمام يبقى مهم جدا تعرف شكل الكنترولر وتعرف الموتور اللي انت هتتحكم فيه بالكنترولر ده ازاي وتتحكم فيه ازاي هو الراجل جايب في موضوع الديزاين مريحك بيقول لك يا عم انا ببيعلك تمام بكت جمعة بعض عشان من الاخر ما يتعبنيش معاك تمام وده بيريح الدنيا يعني حتى معظم الشركات الكبيرة يقول لك ايه انا عامل انا عامل اللي اتنين دول معا وفيه ناس بتقفل السوفت وير زي ما قلت لك تمام والله الموتور ده الموتور ده هتشتريه لازم تركب معاه الكنترولر طبعا المشكلة دي قدام شوية ممكن تعمل مشاكل في حكاية ان انت ايه والله انت ممكن تلاقي كنترولر تمام وما تلاقيش الموتور او تلاقي الموتور وما تلاقيش الكنترولر حتى التوافق طب انا هل لو خرب الكنترولر بس لازم اشتري موتور وكنترولر الكلام ده بقى يبقى من الاخر يعني المهندس او الصناعي اللي فاهم بقى هو اللي فاهم فكرة التوافق لان ممكن يبقى فيه حاجة خربانة جوه الموتور فالكنترولر مش عارف يتحكم فيها فاعتبر الاثنين بويزين فانت لو صلحت الحاجة اللي جيه الموتور الكنترولر هيبقى شغال ففي ناس في الصيانة هتيجي دلوقتي يروح يريح دماغا زي هنا بقى في الصناعية يعني احنا عندنا في مصر بتودي السيارة لأي حد يقعد يعني يطلع عينه فيها يطلقي وفيك لك الكنترولر ويلحم وفيك الموتور يعمل له عمر ويقعد يعني بص بيعمل لك تيجي هنا تكلم واحد تقوله لا يا عم الكمبيوتر بتاع السيارة ده محدش بيصلحه خلاص هو يركب لك الجهاز شافه عطلا ارميه هات واحد غيره ففي ناس هتمشي بنفس المنطلق ده في الصيانة يقول لك لا والله حتد ان انا اقدر اصلح الكنترولر ودي على فكرة هيبقى فيها شغل كتير جدا لان ده برضو بيعقل كتير لانه هو فيه سوفت وير مرتبط بيه وده جوه بيعقل كتير مش كتير يعني ان هو لا السيارة الكهربية فيها مشاكل لا ده بطبيعة الشغل تمام فانت لازم بقى المرحلة اللي بعد كده لو انت عايز تتخصص بقى في الحتة دي بس والله انا هفتح ورشة او والله يشغال مواتير والتحكم في المواتير بس مواتير الكهرباء بقى غير المواتير بتاعتنا الديزل دي وعمرة وتدخل وجاز وبنزين وقصص وحورات صيانتها تبقى اسهل بكتير من معتمدة على النوع الصيانة الهندسية زي ما بقولوا اكتر من صيانة الصناعية يعني تمام فلازم الرجل يبقى تيكنيكا للأفني فاهم بيعمل ايه طيب هو جاب هنا مثال احنا هناخد مثال ونشوف هو بيقول ايه عليه بيقول لنا عندي 305 330 نيوتن متر هاي سبيد موتر يبقى انت هتشوف هل الموتور ده كامل سرعة بتاعته زي ما قلنا كامل عزل حسب ما يتوافق معاك وانت القصة دي هتعرفها من فين اي حد هشتغل دلوقتي في العربيات الكهروة هيبقى عنده والله لستة بالسيارات والموديلات بتاعتها وقطع الغيار والسوفت وير طبعا دلوقتي بتاع الاجهزة اللي بتعمل دياجنوز زي الجهاز اللي انت بتحطه بتكشف بالاحضال في السيارة العادية بتاعتنا هيبقى حاجة زي كتا بيطلع لك نوع الموتور والموديل بتاعه وكل حاجة نفس القصة نوع الكنترولر والموديل بتاعه بيتوافق مع مين فانت لما هديكي تعمل القصة دي هتعمل بها التوافق تختار نفس قطة الغيار بتاعت الكنترولر هو بيشرح لك هنا بيقول لك ده ده بيتبرد بيه الميا يعني القدرة اللي بتطلع هتلاقي الباور اللي بتطلع هنا من الموتور ده عالية موتور يعني ده مناسب ده ممكن كان حد عامله زمان بيتحكم فيه في مروحة غسالة مثلا ولا عامله يبقى كنترولر لمضخة هو ده بيقول لك ده مناسب للدرايفينج يعني العربات اللي بتركب فيها الركاب يقدر يشد سيارة تلاتة ونص طن ترك وين يوزد ويز ريديوسر ريديوسر ده انه هو انا بستخدم عملية الكنترولر مع الريديوسر حسب الجهد بقى بتاع البطارية اللي هيبقى عندك هل الجهد بتاع البطارية اللي هيدخل على الكنترولر مناسب لها المهم اللي همنا احنا ان الموتور ده تمام ينفع يستخدم في السيارات الكهربية اللي هي الشاحنة يقدر يجر عربية تلاتة ونص طن يعني انت من الاخر تقدر بعد كده تولف يعني الناس اللي بتحول يعني لسه كنت بكلم مصنع في القاهرة كده بيعمل ايه بياخدوا لعربيات البنزين ويحولها لعربيات كهرباء تمام اهم حتة عنده البطاريات والتحكم في البطاريات والجزء بتاع الكنترولر والموتور فهو بيجي بداتا شيت بقى بتاعت مواتير تمام هو كده كده بياخد الموتور بتاعك ويرميه تمام فانما ييجي جيب لك مقى موتور لازم الموتور يقدر يشد كم طن فهو بياخد من الداتا شيت بتاعت العربية هي كم طن السيارة دي كلها وزنها مثلا اثنين طن وهيركب فيها خمس اشخاص وزنهم طن يبقى اخرهم مثلا تلاتة ونص طن يبقى ينفع اختار الموتور ده مع الكنترولر ده واشيل الموتور القديم وركب موتور كهرابي على العجل بطريقة معينة تمام والجير بوكس الصغير ده ده اللي على العجلتين من قدام وينفع يشد العربية طيب الجهد بقى اللي بيشتغل عليه ده من تلتمية وخمسين لسبعمية يعني ينفع يشتغل على تلتمية وخمسين على سبعمية على ستتمية وحاجات في النص اعلى من كده لا اقل من كده لا يعني لو البطاريات اللي ركب عندك في العربية اللي انت بتستبدل الموتور بتاعها بتطلع جهد تمنمية الموتور ده للأسف مش هينفع بتطلع جهد متين فولت دي سي مش هينفع فهو بيديلك الجهد ده مش هيدخل على الموتور الجهد ده يدخل على الكنترولر كديسي والكنترولر يحاوله من دي سي الى اي سي يتناسب مع هذا الموتور بعدين بدأ الراجل يتكلم على فكرة اني انا هديلك لما تدخل بقى ويتشتري الكنترولر او تقدر تجيب الداتا شيت من غير ما تشتريه ولا اي حاجة تاخد التفاصيل بقى بتاعة الموتور لان في ناس بيهمها طول الموتور وعرضه وارتفاعه ووزنه ومصنوع ازاي من جوه والأكس ده هل هيركب مع الجير بوكس اللي عندي ولا لأ فلازم تدخل في تفاصيل هل الموتور لما اجي اعمل له استبدال والناس اللي بتحول عربيات بنزيل العربات الكهرباء بتشتغل في القصة دي الجير بوكس اللي بقى شكله ازاي الأكس بتاع الموتور اللي هيطلع ده هيركب عندي ولا مش يركب اهو جايب لك الأكس بتاعك اهو اعمل لك مساقط للموتور من كذا اتجاه ده مهم جدا لنا في الشوق اللي هو اللي هي الأبعاد بتاعت الموتور الأكس قطره كام طوله كام وهكذا وهو مديني الباور اوتوت بتاعت الموتور ده تمام من خمسين لمية او مية وخمسين كيلو t4300 و испاعت طبعا هو بتكلم لو 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 هاتفي منه حجمين المية اللي بيطلع اوتوت باور مية بيبقى تعزمو تلتمية وتلاتين وبيده السرعة الفين وتسعمائيا اما الخمسين ببقى عزمو مية ستة وتلاتين وبيده ثلاث تلاف وخمسمائيا ار بي ام دي السرعة بتاعتُ ده سرعة بتاع ت Thus العشر تلاف filed وده افن وتسعمائية آخر سرعة ممكن يوصلها طبعاً المواتر بتاعت السيارات العادية بتاعتنا بتبقى تقدر تمشي انت حتى على 300 كيلو أقصى سرعة بس انت هنا عشان السواهر والبتاعتك تمشي على 120 أو 140 مثلا فعمرك ممشيت على 250 السيارة مثلا وهي السيارة تقدر تديلك لحد 250 لحد 300 وهكذا تمام إندكشن بيرمن انت ماجنت موتور خلاص عرفنا ده نوعه إيه لأن ده مهم جداً معاك في نوع الموتور والوزن بتاعه كم كيلو جرام هنا برده أنا كبرت الصورة عشان تبقى شايفة ديمينشنز والبتاعته سليدات دي معاك من زماني يعني من أول محاضرة خلاص نوع تاني ده كان كام 330 نيوتن متر خلاص نوع تاني اهو 600 نيوتن هيبقى نفس الحوار بس هو بيكبر بيكبر الموتور العزم بتاعه دي شغلة في الترك الترك نفس القصة ادي الموتور وادي الوصلات بتاعته اللي هتوصل هيطلع وصلة من هنا تتوصل في الفيشة دي عشان تتحكم في الموتور والموتور ده يتوصل بالجير بوكس وتربط بالعجل وهكذا يفهمنا احنا اللعبة ماشي ازاي بعد كده كان آخر حاجة كان ده 600 بعد كده عمل منه 1000 نفس الحوار ربعا كل ما بيكبر الموتور بتزيد السرعة بتاعته بتزيد العزم بتختلف الكاركتوريستيكس بالتالي لازم تختار له كنترولر تمام مناسب لي ده كله كان يقولك ايه ده مثلا الالف هاي سبيد موتور جير ريدكتانس او ريديوسر يعني مش عايز جير التوصيلة دي ده من غير ريديوسر او من غير جير عفوا هنا ايه قال لك ايه والله ده بيور الكتريك موتور يعني ده كهربا يعني كان اللي فات ده بيركب على الترك ممكن يركب على مثلا حاجة هايبريد فيه موتور كهربا وموتور مش عارف ديزل لا ده لازم يركب في عربية بيدي لك الف نيونتين متر يركب على بيور الكتريك موتور يعني الموتور نفسه بيديني هاي تورك تمام والتوصيلات بتاعته والتبريد وكل حاجة مع الموتور نفسه اللي هركب والجهود اللي تبقى على البطارية من ربعمية الى 700 فولت هنا بقى بيبدأ يتكلم عن التفاصيل اكتر بتاعت يعني الرسمة دي خاصة بالكنترولر هو هنا خدنا النظام ده احنا خدنا النظام ده ان هنا عندي موتور واحد بس ده مطبق في بعض العربيات ادي موتور واحد بس الموتور ده واصل على جير بوكس صندوق تروس او صندوق الجير اللي احنا بنسميه الجير والموتور دخل على الجير ده وادي الاكس تمام اللي بيربط بين العجلتين الموتور ده بيطلع اشارات تعمل فيدباك بحيث تدي الكنترولر طبيعة تشغيل العجلات والموتور فتلاحظ ان السهم ودي حتة مهمة جدا رايح جاي يعني الكنترولر مش بيدي امر للموتور وخلاص لا ده الموتور يقدر يعمل الفيدباك بحالته عشان الكنترولر يقدر يقول له لا والله يزود السرعة شوية قل للسرعة شوية درجة الحرارة زادت درجة الحرارة فيه سنسورز وحاجات كتيرة جدا 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 جوا هنا تمام فقادي الموتور كنترولر بيعمل ايه يقدر يدي له اوامر من الفرامل من البريك من السروتل السروتل اللي هي الدعسة اللي احنا بنشتغل عليها يدي له من الفورورد والريفيرس الستيت او الحالة يعني هل انا اطلع لقدام ولا راجع لورا ده كله بيدخل على لان لازم الموتور هو ايه اللي يخليه اعرف يرجع لورا يعني تمام لازم انا لما بدي كنت في الجير بتاعنا العادي على الريفيرس ان انا ارجع لورا دلوقتي لازم الموتور ده يرجع لورا يعني انت هتلف في الموتور عكس يعني الموتور كان بيلف كده بيطلعك لقدام يمين مثلا كده اه بيلف يمين طلعك لقدام. طب انا عايز ادي اوامر بقى ترجعني. يبقى هيلف عكس. يبقى لازم فيه امر فورورد ورفيرس. لازم يروحوا للكنترولر. والكنترولر هو اللي هيزبط بقى مع الموتور انا طالع لقدام ولا راجع لورا. طبعا الكنترولر ده اصلا زي ما قلنا في باور الكترونيكس يعني دايرة كهربية فيها الكترونيات او الكترونيات قدرة عشان تتحمل الجهود العالية اللي بتطلع من البطاريات. والجهود اللي تطلع برضو من الكنترولر تروح تغزي الموتور فهي جهود عالية زي ما احنا شايفين تلتمية خمسين فولت سبعمائة فولت تسعمائة فولت وهكذا. ده دور الكنترولر بتاعنا. لو دخلنا شوية مش بتفاصيل قوي يعني في الكنترولر. طبعا الكنترولر ده هيبقى كل دول كل دول جوه. لانه انا مش طالع مني في الاخير هيطلع مني اوتبوت تو موتور. يعني اعتبر هنا ده الموتور. وكل الفيلم ده كل ده كده. اعتبروا وايرنج دايجرام او. دايرة لمين للمتحكم. خلاص فيهم نحنا. اللي بيدخل من البطارية اهو امبوت فروم باتري. تاني اهم حتة في المحاضرة الرسمة دي. ملاخر. انا لازم كمهندس بصمم اعرف او اقرى بيانات البطارية بتاعت السيارة بتاعتي. اخد الامبوت سيجنال. اي على بي دي امبوت امبوت سيجنال او امبوت باور. تمام? بسموها دايما ال اي او سيجنال. الناس اللي اشتغالها في الكنترول كلها يقولك ال اي او. اي اللي هي اشارات الدخل امبوت. و او اشارات الخارج. هنا مين الدخل؟ الدخل جاي من البطارية. يعني فيه سوكت زي كده الرسمة. زي دي كده. هتلاحظ ان فيه افياش كده. هتركب في الجوز بتاع الباتري منج منت سيستم. اللي هو طالع من من البطارية. مش البطارية هتخرج لجهود دي سي. هتلاقيت فشتين كده ولا فيش هركبة في الدي سي. تمام? وبعدين فيه افياش دخلة على المطور. ده الكنترولر من صفة عامة. يبقى الكنترولر هو عبارة عن دايرة الكترونية موجودة بين البطارية اللي هي بتطلع دي سي. والمطور اللي بيأكله يشرب اي سي. لازم في الاول بما ان دول كلهم جهودهم عالية لازم تدخل على باور elements. يعني دواير بتتحمل امبرات عالية وجهود عالية. زي السيريستور والدياك والترياك. والحتة دي بس جواها قصة كبيرة يعني. الدواير الكترونية. تمام? الترانزيستور والديود والايسي هات وكل الجزئية اللي هي بتقدر تخليك تطلع من لو باور ليهاي باور. طيب. يبقى الاشارة تيجي من البطارية او الكهرباء اللي هي تيجي من البطارية وبعد كده تدخل هنا بقى. تقدر تتعالج. اه والله الناس دي طب بتفهم ديجيتال او بتفهم كنترول. لا. فلازم يبقى فيه مايكرو بروسسور زي الفكرة بتاعت الكمبيوتر كده مايكرو بروسسور وماثر بورد ومش عارف ايه. طيب المايكرو بروسسور ده هياخد من مين? هو هياخد اوامر من العشان يعرف قيمة الجهود والتيارات اللي هتروح للموتور. وإلا الموتور لو دخله قيم غلط يبقى الموتور هيلفه مرة سريع ومرة بطيئ بدون كنترول. طب انا عشان اقدر اعمل هذا الكنترول. لازم ادرس بقى ارجع ديجيتال اللي انا شرحت المرة اللي قبل اللي فاتت. السفر والواحد والحالات بتاعت البرمج. يعني الجزء ده كأنه قريب من البتري مانيجمينت سيستيم. تمام? لانه في الاخر دايرة الكترونية. ففي هنا مايكرو بروسسور. معالج دقيق. بروسسور. البروسسور ده بيدخله اوامر من الباور ايليمنت. وبيدي اوامر للباور ايليمنت عشان يتشيك او يختبر القيمة التيارات والجهود اللي دخلاله من البطارية. وكمان يعمل التشيك على قيمة التيارات والجهود اللي هتطلع تروح للموتور. طيب. لازم احط على جسم الموتور يا اخوانا حساسات. اشوف افرض الموتور ده انا وماشي بيه سخن. ما هو زي الموتور العادي الديزل بتاعنا ده بتاع البنزين. مش انا حاطط عليه حساس. انت ايه اللي بيخلي المؤشر اللي قدامك في السيارة ده ترفع درجة الحرارة. يرفع المؤشر. فيه حساس. فيه حساس حرارة. فيه حساس هوا. فيه حساس مية. تمام? فانا لازم احط سينسورس او سينسينج ايليمنت يعني سينسورس. على جسم الموتور. ولازم احط دواير حماية. حماية ضد زيادة الجهد او نقص الجهد. زيادة التيار او نقص التيار. ارتفاع درجة الحرارة او انخفاض درجة الحرارة. زي الاوفرلود مثلا. زي احط بروتيكشن كونتاكتورز. وهكذا. فالدائرة دي نفسها جزء كبير. حساسات هتركب على الموتور. ودواير حماية للموتور. مين بقى يتعامل مع الحساسات ودواير الحماية دي? لازم المعالج ياخد منها اوامر ويديها اوامر تديها لمين? للموتور. وهي بتاخد من الموتور اوامر وتدخلها على المايكرو روسيسور. طيب. الكوميونيكيشن اللي هو الاتصال. يعني دلوقتي انا هاتصل ازاي? احنا قلنا الاتصال اللي اما كان اللي هي النيتوركينج. النيتورك اريا نتورك بيسموها كوميونيكيشن. سي معناها كوميونيكيشن. اريا نتورك. زي ما قلنا ده عبارة عن وصلة كده. زي الوصلة اللي بتبقى موجودة في اللاب توب اللي توصل عليها انت مثلا بتاعة طبعات القديمة بقى مش الطبعات الاتش دي اي 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 او او ال يو ارد بيسموها. دي كلها انواع كوميونيكيشن. يعني انت ازاي هيدخل اللي هو الراس هنا. الرصان دي. راس الفيش دي. الكنيكتور ده هيدخل ازاي جي هو هناك. اهو بيدخل من الكميونيكيشن. طيب. المايكرو برسيسور ده. هيقدر يتحكم في مين كمان ومين بيدي له اوامر. لا ده بيدي له دائرة المواقمة الانترفيس. يعني خلي بالك انترفيس يعني مواقمة. في منها اشارات امبوت وفي منها الاتصال. طب اشارات الانبوت دي فيها مين? احنا قلناهم من شوية. والله حسب الدعسة اللي انت هتدوس عليها هتزود هتنقص. المفروض الموتور لما انت تضغط بريك لك شوية على الدعسة. كمان? يزود السرعة. فالسروتل او الدعسة دي هي اللي بتقدر تدي اوامر ان الموتور يزيد السرعة بتاعته او تقل. والحالة بتاعت هل انت فورورد ولا ريفيرز? والحالة بتاعت الفرامل. البريك. يبقى الموضوع بتاع الكنترولر. الكترونيكس بحت. يعني البوكس ده اللي جوه. البوكس ده اللي جوه. اللي يصلح البوكس ده او يفهم الواصلات دي بس طلعوا دخلها ازاي? لازم يبقى واحد بتاع الكترونيات. ولزلك بقول لك دايما الفترة اللي جاية فترة الناس. المهندسين والفنيين والمش عارف واللي نفسهم يدخلوا في مجال الكترونيات. دي فترتهم بقى. فانت لازم تدخل في الالكترونيكس بتاعت الصيانة دي. او حتى تعرف تجيب موديل متوافق مع موديل. تعرف المتحكم في المطور شكله ازاي? بيبقى الجهود بتاعت البطارية كام? الجهود بتاعت المطور كام? التائرات كام? القدرة كام? العزم كام? ده كله انت بتقراه من المواصفات لهذا الكنترولر او المتحكم. بعد ما انا خلاص فهمت كل ده يبقى هروح حد الكهربا بعد ما اتزبطت كلها للمطور. يبقى المطور ده اخر واحد بقى ايه? هياخد الكهربا والدنيا بتاعته متزبط. والله يا حد ليه سيخن? الحساسات تقول له الحق ده المطور سخن. طب هل هقدر اخد اكشن لو سيخن? اه ممكن اعمل دواير حماية تفصل. اخلي المطور يفصل اصلا. طب يا عمي الحق المطور سحب امبير عالي. اخلي دواير تفصل. الحق يا عمي ده انا امبير اكتر شوية. اروح هدي امر من البروتكشن ده? لا. هدي امر من الحساس. للمايكرو بروسيسور روح يزود مثلا الكهربا المسحوبة من البطارية في الباور الكترونيكس. طب ده كل هذا را اعمله ازاي? ان انا فيه كومينيكيشن انترفيس. الحتة اللي هدخل ابرمج منها او هحط الصوفت وير او هعمل الكونفيجوريشن بتاعي. والبروسيسور ده بياخد او امره من الفرامل والاتجاهات سواء كان فورورد او ريفيز. والدعسة اللي انا بدوس عليها عشان اتحكم في سرعة المطور.